الحمد لله الإله الرحمن وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيد الأكوان وعلى آله وصحبه ومن سار في دربهم إلى يوم وضع الميزان أما بعد فإن من أسوأ ما يصدر من الإنسان ارتكابه للمحرمات ولقد ذكر صلى الله عليه وسلم فيما كان من سنته وعادته تجبيح القبيه من المنكرات ثرب الخمر والزناء والسرقة فروى الإمام مالك أحمد حاكمه ابنه بشيبة عن النعمان ابن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزان قبل أن تنزل فيهم الحدود قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاة لم يكن واضح في المفاهيم أن يسرق صلاة وعرفون السرقة سرقة متاع سرقة مال سرقة إناء سرقة شيء من هذه الأشعون وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاة صحى الله صلى الله عليه وسلم هذا الفهم قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاة إنسان يصلي مسلم مؤمن يصلي لله يتقرب الله بصلاته وهو يجي يسرق صلاة قال صلى الله عليه وسلم الذي يسرق صلاته قالوا كيف يسرق صلاة قال لا يتم رقوعها ولا سجودها وجاء في رواية أخرى أنه سويل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال تلك سرقة يخترسها الشيطان من صلاة ابن آدم وكذلك يصلي بنفسه ثم لا يتم الرقوع ولا يتم السجود فأخلى بصلاة بنفسه فسرق صلاته وهذا من أخص السادقين سرق نفسه في عماد الدين جاء إلى عماد الدين وهو الصلاة وقام يسرق نفسه فيها يقصر على نفسه إحسان رقوعها وسجودها فلا تكون سارق ولا من أسوأ السارقين عب تكون سارق وذلك عال كبير فكيف تكون من أسوأ السارقين ولو واحد قال لك يا سارق لضاقت بك الدنيا فلا تكون من أسوأ من يسرق بأن يبعد عنك حضور القلب في الصلاة ثم لا تتم الرقوع ولا السجود ولا الواجبات ولا الأركان فتنقص بذلك صلاتك ولقد قال صلى الله عليه وسلم في نوصان الصلاة يعدم حضور القلب وخلو الصلاة عن مظاهر الخشوع قال إنما الصلاة تمسكن وتواضع وتخشع والسؤال يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي خداج فهي خداج أين قصة فلا تنقص صلاتك ولا تسرق صلاتك وأحسن معاني خشوعها وركوعها قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال ابن عباس مخبتون أذلة قال الحسن خائفون قال مقاتل متواضعون قال مجاهد غبض البصر وخفض الصوت قال سيدنا علي لا يلتفت يمينا ولا شمالا قال سيدنا سعيد بن جبير لا يعرف من على يمين من من على يساره ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل إلى غير ذلك ولكن خلاصة القول ستة معاني إذا انتظمت تم الخشوع حضور القلب وتأمل المعنى مع التعذين ومع الهيبة الخوف ومع الرجاء أن يقبل ومع الحياء وهو استشعار أنه مهما أتقن وأدى فلم يقوم بحق الله فيخجل ذلك ويستحي فذي تمعت هذه ستة فالخشوع ته هو يجمع الأقوال كلها فهذه الستة المعاني كانت شان الخاشعين بل الصادقون المخلصون في الصلاة وخارج الصلاة هذه المعاني عندهم قلوبهم حاضرة يتأملون المعاني معظمين للرحمن جل جلاله خائفين منه أن يغضب عليهم أو أن يتردهم أو أن يسلبهم خيرا وكذلك هم راجين قربه واردوانه وإحسانه وهم مع ذلك يقنون أنهم مهما اجتهدوا فما قاموا بواجب حق الله فهم خجلون مستحيون حتى خارج الصلاة فكيف في الصلاة فالحسرة لمن كان وسط الصلاة بلا خشوع وخارج الصلاة أبعد وأبعد عن الخشوع يجب الله تبارك وتعالى ولا قد جعل الله أول مظاهر الفلاح الذي هو السعادة والفوز الخشوع في الصلاة بعد الإيمان قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مشيرا إلى أنه على قدر الإيمان يتيسر الخشوع أنك على قدر ما تؤمن بي تعظمه تحبه تجله وتخافه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فوجب عليك إذن أن تنتبه من أمر الصلاة وحضور القلب فيها وعدم الالتفات فإن هناك الالتفات مكروهة وسرقة الصلاة على نفسك وهناك الالتفات يبتل الصلاة وهو الالتفات باستدر عن جهة القبلة وهناك الالتفات يحرم الثواب وهو الالتفات بالقلب عن معاني الصلاة إلى شيء من أي الأفكار ولو كان طاعة أخرى أليس وقتها الآن وقت معنا ما أنت فيه من قول وفعل في الصلاة وبذلك أيضا ندرك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا من التساهر في الالتفات في الصلاة فقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته يا ما أعجب هذا الكلام لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته قال حتى يلتفت أو ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه قال سيدنا أبو هريرة كان أصحاب رسول الله يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نازلت الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود فالسنة أن يكون البصر في مواضع السجود ولا يلتفت يمنة ولا يسرح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك ولا تخطفن أبصارهم أن يعذبهم الله بالعمى في الدنيا فهكذا يجب أن نتعلم مع أن الخشوع وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة ورجل يعبث بيده وهو في الصلاة يمسوا لحيته ويعبثوا فقال صلى الله عليه وسلم لو لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه فتعلم الخشوع وخضع لربك تحز خيرات عظمى ومن أن كبرى اللهم وفقنا وخذ بعيدنا واجعلنا من الخاشعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر